موسيقى موسيقى الجن العاشق يلا خليكم معنا في أجواء روحانية تبدأ عملية الرقي من الجن العاشق وهنا بمركز آل شكير للرقية الشرعية وفق الكتاب والصنة العشرات ممن أصيبوا بالجن العاشق يتوافدون على المركز قصد الشفاء لكن عملية العلاج تستغرق أحيانا حساس طويلة فهل العلاج من الجن العاشق مستعصي؟ موسيقى الجن العاشق هو جن يعشق إنسانا فعشق الجن للإنس كعشق الإنس للإنس كيف ما واحد من الجن يبغي واحد من الإنس سواء ذكر من الجن يحب أو يعشق أنثى من الإنس فكذلك ممكن أن يكون جنية أنثى من الجن تعشق إنسي وممكن أن يكون حتى اللواط أو لا استحاق يعني جني ذكر يعشقه إنسي ذكر والعكس كذلك يعني الناس كبروا للموضوع دياله زادوا من القيمة دياله وهو أبسط أنواع المس أو أنواع الاقترام يعني هذا الجن العاشق فهو من بين أسهل أنواع جن لكن أنواع تلبس أخرى يعني يعني ماشي صعيبة وجميل حالات تعالج إلا توفر تشروط رقي الشرعية في الراقي وفي المسترقي في كل علاج لكن نس كبروا الموضوع دياله الجن العاشق وهو من أبسط أنواع الجن ويبقى على الإنسان أن يحصن نفسه بالأدعي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجتنب كل الأسباب التي توقعه في هذا النوع من المس وهي كثيرة منها أكل الحرام وإهتاء الفاحشة الجن العاشق هو نوع من أنواع الجن يعشق الإنسان سبب العشقه للإنسان أسمى متعددة كأن الناس تبدلوا الملابس ديالهم لا يذكرون اسم الله فهذا الجن يرى هذا الإنسي فيعشقه وعشق الجن الإنس يعني لا يوجدهم لديهم ضوابط يعني يجب أن يكون طويل يجب أن يكون قسير يجب أن يكون غليت يجب أن يكون بيت يجب أن يكون كذا لا فليجب أن يكون قدامهم لذلك يعني دار أسباب أنهم بشي يعشقه فيعشقونه فيسمى بأن هذا السيد متلبس به جني عاشق كذلك من الأسباب أن الناس يدخلون الخلاء ولا يتعوذون بالله عز وجل كذلك عدم اتباع ما أمر الله به يعني كان صلاة المفروضة صدقاء قراءة القرآن كذا فهذه من الأسباب التي تجعل الجن يعشق الإنس كذلك اتباع ما حرم الله اتباع ما حرم الله يعني من الفواحش وكذا وأكل الحرام وكذا فهذه من الأسباب التي تدفع الجن بالتلبس بالإنس فيعشقه حالات كثر ممن قابلناهم في المركز يعانون من الجن العاشق لكنهم رفضوا التصوير باستثناء شيما التي أبت إلا أن تتقاسم معنا معاناتها كنت كنا أحس كنت كنا نحس أنني بزفة الأعراض هي أول حاجة كنت كنا نحلم أنني في الجيمة الأمور هذه الزواج لم يكن شيئا كنت كنا نصل لأخطاب وصلوا إلى المرحلة الأخيرة ونحن لا يتبقى كنا نحلم براسي الأحلام خيبة بزيف أنني شحات كي طير أنني كنشوف المراية بزيف هرلو حسيش براسي أنا حسيش بواحد الإحساس أنني هذا الإحساس اللي كنت كنت نحس بي ما بقعش ولا كيزول كنت كنت حسي براسي إنفو لألية ردة كنت حسي براسي ماشي هي كفش راسي كدرني حسة الأولى الحسة الثانية كل شيء بدك يتناقص الحس وليش كنت حسي براسي شوية دبعنا في الحسة الخامسة كنت حسي براسي كنت حول شوية كنت حسو هذه أجزاء من معاناة الشيماء التي اختزلتها في كلمات فماذا عن علامات الجن الحاشق من بين العلامات الكبيرة لكتبين أن هذا الإنسان المتلبس به شيطان وهذا الشيطان بين قوسين عاشق وهو أن الناس إذا كانوا قبل من الزواج يعني بقل ما مزوجيش ففكرة الزواج لا تدخل لأي رأسه يعني يجب أن يبعد من الزوج أي حاجة أي موضوع تتحدث معه فيه إلا موضوع الزواج فهو لا يريد أن يهدر عنه العالم الذي يكون عند الناس المزوجي يعني نحن لعالمات الكبار وغادين حتى العالمات الصورة بالنسبة الناس من الزواجين فديما تكون مشاكل بين المرأة والزوج ديلا من بين العالمات التي تكون غالبا عند النساء هو أن لا تطيق النظر في مواجهي زوجيا يعني لا تريد أن ترى وجهة الرجل أو لا تريد أن تخرج هذا الدار سيدا تتزير لا تريد حامل رأسه يعني غير خرج الرجل من الدار تترتاح وغير يخرج الرجل من الدار تتبغي غير إنت يرجع للدار التي تصل به وتصول به ومعش سيأتي وكذلك يعني يعني غير يأتي غير يأتي للدار لا تتتبق حامل فهذه من بين العالمات الكبيرة التي تتبع بأن هناك شيطان قوصين عاشق هو أن الناس في المنام ترى مرأة أو الرجل توقف عليهم يمكن أن أنه يكون إنسان أو تكون في الخلقة عضو أعضاء بختال فعلا الإنسان ممكن أن تقضي تضرب وممكن أن يقدر معه يعني تقول الرجل بعد من مرسك هل يمكن أن تقرب لها بعد من هل يمكن أن يكون حديث في نازم هذا الرؤية يجب أن تكون كتكرار يجب أن تكون كتكرار كذلك من الرؤية الأخرى أنه يرى هذه وشائع الواضحة أنه يرى في منامي جمع أن الشخص يرى ناس في جمع أمامه في جمع أو لا يرى ورسه في جمع أو لا يعني مالك في الصباح قبل أنه يعني حالة أنه كان في جمع أو أنه احتلم وكما فهذه من علامات القياط هل أن هذا مصاب بمس لكن لا بد من أن هذه الرؤية تتكرر يعني يكون تكرار أحد يحتلم في صباح وكما يستطيع عاشق يمكن أنه يستطيع أنه يستطيع أن يفطر أيام لا يستطيع أنه يستطيع أن يستطيع أن يستطيع أن يستطيع إطالة النظر في المرآة هذه من نسبة للبنات والرجال غير البنات أن الإيناس يستطيع الذكور في هذا الباب كذلك البنات يستطيع الماكياج في الليل وتتنعس به هذا أمر غير طبيعي إن أحد يستطيع أن يستطيع نهار واحد عياته وننسس ماشي المشكل ولكن اليوم غدلي وغدلي فهذا أمر غير طبيعي كيفما شفتم معنا مشاهدينا اليوم كانت حلقة فيها مجموعة من الأمور مجموعة من الكواليس في عالم الجن واللي كما نقشنا مع الأستاذ عبد الرحيم الشاكير حول عالم الجن العاشق وكيفاش العراد وكيفاش أيضا كيتسبب هذا الجن العاشق من آلام وأحزان للإنسان وهذا مشاهدينا ما بقالي إلا أن نودعكم على أمل اللقاء بكم في الحلقة هذه الأسبوع المقبل إن شاء الله سبقوا على خير